ترجمة نانسي قنقر 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 عندما يقول بأنه بأنه يجب عليهم أن يستمروا ولا يعني يطلب منهم التوقف كل هذه الأمور أعتقد بأنها تعطينا الدليل القاطع اليوم نحن لا نتحدث عن افتراضات ولا نتحدث عن يمكن قطر كانت تفعل كذلاء اليوم نحن في يدنا أدلة وبرحيم أدلة قاطعة وأنا أعتقد أن النائب العام أيضا محقا فيما طرحه وعلى النائب العامة أن تذهب في طريق رفع الدعوة حتى المواطنين الذين تضرروا من الأحداث بإمكانهم أن يذهبوا إلى المحاكمة المدنية للطلب التعويض من هؤلاء الذين أحدثوا فوضى وشجعوها المحكمة الجنائية تأخذ الحق العام والمحاكمة المدنية تأخذ الحق نعم سيدي ذكرت بأن اليوم نحن نتكلم عن واقع وأن أدلة وبراهيم نتكلم عن مشهد أصبح أكثر وضوحا حول التآمر القطري على البحرين وعلى الدول العربية أيضا بشكل عام من وجهة نظرك اليوم ما هو المطلوب من الإعلام الخليجي لمواجهة هذا التآمر القطري تجاه هذه الدول التي تستهدفها قطر ويستهدف هذا التآمر القطري نعم علامنا كل في كل دولنا اليوم أمام مرحلة مهمة جدا وهي كشف الحقائق والتركيز عليها وإيصالها إلى الشعب القطري الشعب القطري مقيم من خلال الإعلام القطري من الجزيرة والإعلام الآخر فعلينا جميعا أن نقول للشعب القطري هذا ما تفعله حكومتكم هذا ما فعله حمد بن جاسم المدمر الذي دمر من ليبيا إلى اليمن إلى البحرين إلى مصر إلى سوريا وحتى في العراق هذا الرجل يجب أن يكشف وحمد بن خليفة وأفعاله أيضا يجب أن تكشف ودور كل التنظيمات الإرهابية المحتضنة في الدوحة يجب أن يكشف والشعب القطري هنا مخير غير مع الحق أو مع الباطل نعم من أبو ضبيا الأستاذ محمد يوسف رئيس جمعية الصحفين الإماراتية شكرا جزيلا لك